علاقة الإخوان المسلمين وإيران أنا لا أتكلمت عليه سأقول لكم مفاجأة اليوم تدرون أن هناك جمعية إصلاح في الإخوان في إيران وتتبناها والإخوان موجودين داخل إيران لو سمحت أحمد عطنا الدليل حاضر جمعية الإصلاح موجودة في إيران وتسمى جمعية الإصلاح الإخوانية هناك بجماعة الدعوة والإصلاح في إيران وهذه جماعة الإصلاح في إيران تأسست سنة 79 وكان قائدها في ذاك الوقت عبدالرحمن ببراني وكان مركز القيادة طهران الجمهورية الإسلامية إيران جمعية إصلاح والإرشاد الإخوانية الإخوان وجمعيتهم في إيران لذلك لا تستغربون أن القاعدة وداعش كانت موجودة في إيران وما استغربون أن القاعدة هربوا إلى إيران هذه تأسست 79 على يد مجموعة من الدعاء المتأثرين بالصحوة الإسلامية العالمية لهم الإخوان المسلمين في أوساط أهل السنة والجماعة قبل 30 سنة وعلى راسم الشيخ ناصر سبحاني وهي جماعة إسلامية إيرانية مستقلة وجود رموزها في كل المحافظات وطبعا علاقة الإخوان وإيران من زمان وهذه بدأت من أيام السيد قطب أعطوني الصورة سالم بهنساوي أحد مفكر الإخوان المسلمين قال تكونت جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية أسهم فيها هذا المذهب وأيضا تلاحظون أن السيد قطب ما أحد من إيران مجتمع وياه من أي ذلك الوقت أصدقاء لذلك منذ تأسيذ ثورة الخمينية جمعية الإصلاح موجودة في إينار في إيران ومثل ما قلت لكم تسمى جماعة الدعوة الإصلاح في إيران وهي جمعية الإصلاح الإخوانية موجودة وعطني الصفحة الأولى اللي هو شعارهم ومسمينها عزيزان وشعرتني الصورة القبلها اللي هو شعارهم لو تكرمت مش ديها مخرج اللي هي جماعة الدعوة والإصلاح أيها هذه جماعة دعوة وإصلاح إيران هذه جمعية الإخوانية الموجودة في إيران وهذا الكلام مش الكلام من عندي هذه شعاراتهم وهاهم أكشف لكم بالأدلة من خلال لائحتهم ومن خلال شغلهم خلال هذا التاريخ هذا عمل الإخوان المسلمين وهذا ما قدموه للأسف من أذى للأمة العربية والإسلامية وعسا تعرفون أن الإخوان المسلمين ما هم إلا حزب يعمل للمرشد ولمصلحة الجماعة كما جاء في قسم المرشد العام أنا ما ألفت من خلال الوثائق لذلك انتبهوا يا هل الكويت وجه الرسالة مخلصة لأهلنا في الخليج إياكم ثم إياكم الانقياد وراء أفكار حزب الله وراء حزب الإخوان المسلمين فكلهم يضرون يبون المضرة لهذا البلد علينا أن نتحد علينا أن نتوحد أن نقول نحن خليجيين نحن عرب نحن مسلمين نحن كويتيين ونقول السمع والطاعة لسيدي حضرة صاحب السبو أمير البلاد ولنا ننقاد وراء مصالح وحلف وبيعة المرشد لإخوان المسلمين المرشدهم مصلحة الجماعة على الدين وعلى العقيدة وعلى الكتاب ترجمة نانسي قنقر